اخبار اليوم وعليكم عنوين النشرة صالح جمعة يكشف حقيقة مشارته مع حاوي الاهلي المجملات تكتاح عملية تكوين منتخب البراعم الزمالك يعير جمال الاسموحة وغرامة جديدة لباسم الشمس يحاول مدربا تعدى على لعبة للتحقيق متى يتكلم مرضون قدوتي وانا انسان عازي جدا مورينه لاول مرة ارحل دون ارادتي وانتظروني قريبا ختام رائع لبطولة العالم للبلياردو برعاية اخبار اليوم اختتمت فعليات بطولة كاس العالم للبلياردو في دوراتها 13 على التوالي بمدينة الغردقة التي نظمتها مؤسسة اخبار اليوم حضر البطولة اللواء اركان حرب احمد عبدالله محافظة بحر الاحمر والكاتب الصحفي ياسر رزد رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الاخبار وفاروق البرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو ومحمد الاماخ رئيس الاتحاد المصري للبلياردو وحسين الشريف رئيس الاتحاد الافريقي للبلياردو الفرنسي وعمر الخردلي رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والكاتب الصحفي ايمان بدرة رئيس تحرير اخبار الرياضة والكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير الاخبار المسائي ووليد فوزي مدير عام العلاقات العامة بمؤسسة أخبار اليوم وعدد من قيادات المؤسسة أزدى مالك يعير جمال الاسموحة وغرامة جديدة لباسم وافق مجلس إدارة نادي أزدى مالك برئاسة مرتضى منصور على رحيل إسلام جمال مدافع الفريق للفطرة الانتقالات الشتوية المقبلة وأن اللعب سوف يرحل إلى صفوف فريق سموحة السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وأنه منتظر أن يخصم الزمالك قيمة الصفقة من المستحقات المتأخرة الخاصة بانتقال إبراهيم عبدالخالق من سموحة الأبيض في الانتقالات الماضية كما قرر الجهاز الفني لفريق قرى بنادي الزمالك تغريم باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 300 ألف جنيه بسبب تصرحاته القناة الفضائية على هامش إحدى حفلات التكريم التي أقيمت لها مؤخرا هذا وقد كان المجلس قد غرم اللاعب من قبل 300 ألف جنيه بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من تحذير الإدارة والجهاز لللاعبين بعدم الظهور في الإعلام نهائيا وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الشمس يحول مدربا تعدى على لعبها للتحقيق قرر قرم مرسي رئيس قطاع القرة اليد بنادي الشمس تحويل ناصر عبدالواحد المدير الفني لفريق موليد 1996 بنات لقرة اليد إلى التحقيق بعد تعديه بالضرب على اللعبة يارى خالد ووجه لها لكمات ورقلات على ملعب الأهلي بالجزيرة أثناء مباراة فريقي الشمس وهوليود وأكد قرم مرسي أن اللعبة أيضا سيتم تحويلها للتحقيق أيضا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الواقع مشيرا إلى أن المخطئ ستتم محاسبته صالح جمعة يكشف حقيقة مشاجرته مع حاوي الأهلي أعرب صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي المصري عنده شته من تطخيم ووقعت مشاجرته مع وليد سليمان صانع الألعاب وقال جمعة أن الواقع لا تستحق كل هذه الضجة نفيا إبلاغه بأي عقوبة من جانب مسؤولي الأهلي بتغريمه وأوضح أن ما حدث مجرد نرفزة ملعب عادية بسبب الحماس الزائد والبعض حاول تطخيم الأمر بشكل كبير هذا ويستعد الأهلي لخوض دلقاء حرص الحدود مساء غدا للإسنين بالجولة التسعى للمسابقة الدوري المصري مورينيو لأول مرة أرحل دون إراداتي وانتظروني قريبا كسر البرتغالي جوزي مورينيو صمته بعد أن تمت إقالته من تدريب تشيلسي وأكد البرتغالي أنه لن يذهب للراحة وأنه يريد العودة إلى العمل على الفور كما أكد مورينيو في بيان رسمي أن إقالته هذه المرة من تدريب نادي تشيلسي هي المرة الأولى التي لا تكون بناء على رغبته في الرحيل عن الفريق وفي البيان الصادر عن الشركة التي تدير أعماله CAA قال البيان جوزي مورينيو كان سعيدا بالعودة إلى تشيلسي مرة أخرى لأنه كان قادرا على إعطاء الجماهير لقبا آخر في الدوري وأضاف البيان خلال حياته المهنية مورينيو هو من كان يقرر رحيل ولكن هذه المرة تشيلسي هو من قرر وأكمل البيان لكل رحلة نهاية ويأمل مورينيو أن مستقبله بعد تشيلسي يكون نجحا مثل ما حدث بعد رحيله عن الفريق في 2007 وأخيرا سوف يواصل مورينيو الحياة في لندن رفقة عائلته وهو لا يريد الحديث عن مستقبله ويريد من الصحافة احترام هذا القرار المجملات تكتاح عملية تكوين منتخب البرائم استدع عمر أنور مدير الفاني المنتخب المصري للناشئين تحت 15 عاما قائمة تضم 27 لعبا لخوض معسقر مغلق غدا الأحد بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لخوض اللقاءين والديين مع تونس يومي 25 و28 ديسمبر الجاري وضم الجهاز الفاني المنتخب مصطفى شبير نجلة حارس مرمرا فرعنة الأسبق بجانب أحمد نجلة طارق سليمان مدرب حراس الأهلي واعتبر عدد من المراقبين للأحداث أن اختيار الدارسين هو مجاملة لولديهم وضمت القائمة أحمد سليمان ومصطفى شبير ومحمد أشرف ومحمد حسام ومصطفى إذياس ومحمد حجازي وزياد طارق ووليد عطية وضياء وحيد الأهلي وشادي إمام وحسن زكريا والعربي جمال ويوسف أسامة أمبي وإسلام طارق وإسلام عصام الزمالك وأحمد فوزي وأحمد أشرف الإسماعيلي ومحمد طلبة وحيد فرغلي المقاولون وعبد الرحمن ثمير وأحمد مجدي القنام وعمر البغدادي المصري وعمر حسيم الترسنة وأحمد أبو فراج سموحة محمد إسلام المريخ ومحمد شاور المحلة وأكد طاها السيد مدير المنتخب أنه سيتم اختيار 22 لاعبا قبل الصفر إلى تونس يوم 23 ديسمبر الجاري موسي يتكلم مرضون قدوتي وأنا إنسان عادي جدا قال النجم الأرجنتينية ومهاجم برشلون الأسباني رونين ميسي إن مواطنه ديجو مارادونا هو أكثر من ألهمه في كرة القدم وذلك في مقابلة مع صحيفة خينتي الأرجنتينية وتحدث البرغوس المرشح هذا العام بقوة للفوز بجائزة الكرة الزهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مشواره والتي أجريت معه قبل انطلاق بطولة كاس العالم الأمدية باليابان عن عدة أمور في حياته القروية والشخصية وعن أسباب عشق الملايين له وإذا كان يشكر الرب على هذا قال مثلما هناك مهنيون كبار ينقذون حياة الآخرون أو يصنعون أشياء تجعلنا نعيش بشكل أفضل فأنا قدر لي أن ألعب كرة القدم لكي يستمتع الآخرون بمشاهدتها أشكر الرب كثيرا على أن جعلني هكذا وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع شهرته وإذا كانت تؤثر على حياته الشخصية قال أحاول أن أتعايش معها بشكل طبيعي فأنا كأي شخص أخرج وأستمتع بالحياة وبأوقات الفراغ إلى جانب أسرتي وبالطبع أستمتع بالجوانب الإيجابية لمهنتي ساعت باللقاء وإلى لقاء جديد في النشرة الرياضية جديدة كانت معكم نور إبراهيم من بوابة أخبار اليوم